التي عنونت في صدر صفحتها الرئيسية تصريحا للنجم البرازيلي لبرشلونة نايمار دا سيلفا الذي خرج عن صمته وقال أن هناك أطراف تريد تحليمي وعقب نجم سامتوس السابق على الصور التي تدولتها مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدخن حيث قال بهذا الشأن بأن الصور مفبركة ولها أهداف خفية لتشويه صورتي نايمار الذي صنع الحدث في كوبا أمريكا بعد إيقافه لأربع مباريات يعيش أياما صعبة خاصة مع الجماهيري البرازيلية ونجوم السامبا الذين طالبوه بالهدوء والتركيز على كرة القدم وفقط إلى خبار آخر للشباك التي كتبت عن مسجدات قضية سيرجيو راموس مع الملاكي ريال مادريد حيث نفى المدافع الإسباني ما يتدول مؤخرا حول تهمة حول الهفه وراء المال راموس قال بأنه ينتظر شيئا رسميا من رئيس الفريق بيراز الذي وعده بالزيادة راتبه إن حصل الريال على العشرة وهو الأمر الذي جعل قضية اللاعب تأخذ أبعاد أخرى خاصة أن مانشستر يونايتد يكثف مساعيه للحصول على خدمة اللاعب اشتركوا في القناة